طيب، السوشيال ميديا النهاردة لا حديث يعلو ولا بيتج ولا تويتر ولا بوست إلا على إنجاز منتخب مصر لكرة اليد والحديث عن التأهل لنصف النهائي نشوف مع بعض النهاردة السوشيال ميديا تكلمت إزاي عن إنجاز منتخب مصر نبدأ مع بعض صفحة في الجول على تويتر قالوا يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات الفرعنة يسطرون تاريخا جديدا لمصر والعرف في الأولمبياد مصر إلى نصف نهائي الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في تاريخ العرب بعد الإطاحة بالمكينات الألمانية بنتيجة 31-26 مبروك لمصر نكملين مع بعض برضو ونشوف السوشيال ميديا حساب يلا كورا يوم تاريخي منتخبنا إلى نصف نهائي أولمبياد توكيو بعد الإطاحة بألمانيا شرفتونا يا أبطال وننتظر الكثير حساب يلا كورا على تويتر طيب، كمان من حساب الاتحاد الدولي لكورة اليد علم مصر وعلم ألمانيا وبتكلموا على فوز منتخب مصر وبيشيدوا بمنتخب مصر النهاردة عمل تاريخ جديد في توكيو 2020 ليكون أول منتخب إفريقي يتأهل إلى سيمي فاينال في دورة توكيو الأولمبياد كمان نروح تاني لحساب في الجول بيتكلموا على موعدنا مع فرنسا في نصف النهائي منتخب مصر كورا يد أول فريق غير أوروبي يتأهل إلى المربع الزهبي للأولمبياد منذ كوريا الجنوبية في دورة الألعاب 1988 وننتظر يقيمت بمدينة سيول الكورية آخر حاجة معايا من خلال السوشيال ميديا حساب الاتحاد الألماني وهنا بقى بيهني مصر على فوزها عليهم في مرحلة الدور الثمانية وفوز مصر 31-26 ده كان كلام مهم جدا والتهنية الأخيرة من الاتحاد الألماني ودير روح الرياضية بيهني مصر لنافزت على ألمانيا في دور الثمانية